هذا عندي اتصال من الإعلامية سوسا الشائري من البحرين بسم الله أبو الخير شاعر بسم الله أبو الخير كنت تتابعين بالحلقة تحياتنا لتشواء لأهلنا في البحرين عندك مداخلة تفضلي بداية والله أول أحب أشكركم على اهتمامكم بالقضية البحرينية هذه مغربة عليكم وشيء الثاني طبعا إحنا نعتبر البحرين واللي قاعد يصير فيها هو مدخل لكل دول الخليط العربي فالاحتمام يجب أن يكون على هذه الدرجة ويمكن بعد حتى على درجة أعلى منها قد يكون جاء متأهر بعد شهر ويعني أكثر من شهر بس يعني الحمد لله الخليج بدأوا يتعون وأولهم الكويت أول شيء أحب أقوله وأنا طالع الصورة الآن سعلا قلبي على الكويت أكثر ترى من البحرين لأن اللي قاعد أنا شوفه حزب الله قاعد يتكلم وأنا قاعد أشوف مواطن كويتي يتكلم الأخ صالح أشور كان يعني يتكلم على الأخ ساميرا رجل إنها أبنت صدام حسين طب ما أنتوا أبنته مغنية اللي أذهق أرواح الكويتيين وهذه يعني مفارقة كلش عديدة شتان في المقارنة الشيء الثاني للصدام ومغنية هذا الشيء راجع لك أترك لي الكويتيين طبعا أترك لي الكويتيين يعرفون من مغنية شنو سوى في الكويت صح ويعرفون صدام حسين زين بعد طبعا وخلي المقارنة لهم أنا ما رح أردد ما رح أكرر أكثر من شيذي خلي المقارنة لهم لكن عفوان عفوان أختي سوسل الشيء الثاني في الكويتي لما يجلس إنسان كويتي كويتي أنا أكررها عربي ويجلس على كرثي ويقارن يعني السعودية بإيران والتدخل الإيراني والتدخل السعودي يدمجهم ويضعهم على قدم المساواة أنا أقول له أن لومة السعودية ما يحترامي للشرعية الكويتية وعلى رأسي على صباح كلهم لكن لومة السعودية كان ما يلسنت على الكرث اليوم ولا حتى الدخل في مجلس نيانا والله أختلف معاش جملة وتفصيلا أنا أبين الحين ما علي الحين أبين أنه شلون فلن أكمل لومة السعودية الأمق الاستراتيجي لدول المجلس كلها كان ما لقينا إحنا هذه الأمن اللي إحنا قاعدين حاسين فيه الحين إحنا في البحرين وكنتوا سابقا في الكويت لكن يجب أن نحن يعني أنا الثورة اللي أشوفها هنا يعني في تفزون الكويت الآن أشوف انقسام شفت عندي في البحرين بسبب حزب الله أنا ما أتكلم حتى عن شيعة أو سنة أنا أتكلم عن حزب الله تحديدا وهو الذراع الأسكري لإيران وهو اللي له هالخلايا اللي موجودة في الخليج لو ما أهوى قال إحنا شيعة أو السنة متعايشين صار لنا سنين إحنا نبي إصلاحات كلنا نبي إصلاحات بس أولا الشعب البحرين لما تقول الشعب يريد والشعب يضبط أنت تكرر كنان حزب الله في البحرين الشعب ليس هو فقط الشيعة هناك مكونات وتعددية في البحرين يجب أن تحترم كل مكوناتها والمعلومات اللي أنت تقولها أنا متعتبع لحتى رقم السيارة إن شاء الله عليك يعني إحنا معرفناها موجودة في الواتس أب موجودة في الواتس أب دخلي وتشوفينا وفي اليوتيوب داخلين عليها وكلنا نشاهدين هذا الصور معلومات اللي تنقلها كلها جاءت من طرف واحد فقط من حزب الله البحرين وهو يعني اللي قاعد يتحرك حين في الخليج كله الكويس البحرين السعودية مخطط واحد يا أخي إذا إيران كشفت غطائها إيران وصلت إلى الأمم المتحدة تتحدث عن البحرين وكأن البحرين دولة بلا سيادة وإيران هي التي تحدثت وهي التي تدخلت أنا حتى ما لي محتاجة إذا أدلة داخل البحرين عشان أثبت دور إيران في اللي حصل إذا إيران كشفت عن نفسك أنت بصير إيراني أكثر من إيرانيين أنا دافع عن الشعب البحرين يعني ما دافع عن إيران إيران أنت تقول إيران ما لها خف واللي حصل مجرد حركة مطلبية خاصة بالبحرين نعم لو هذه صحيحة إيران ما تدخل نختم نختم أستاذة سوسن حسن نصر الله بنفسه هو اللي قاعد يتكلم أنتوا بتغطون على من نعم أستاذة سوسن إذا كانوا أهم يتكلمون إذا أهم أعلنوا عن نفسك أستاذة سوسن أستاذة سوسن لو سمحتي ممكن نقطة الأخيرة ونختم الاتصال عشان الوقت بعد دمج نقطة أخيرة أنا أتمنى من شعب الكويت أن يوعى لما يقوم فيه حزب الله وأفرعة في الخليل لأننا نقاعد يصير لعبة خطرة كبيرة أكبر منها كلنا وتعت له البحرين دخول درجة غيرة إلى البحرين لمنع هذا المخطط من الحصول أتمنى لشعب الكويت أن ينسبه شارك أشكر لك وأشكرنا على هذه المداخلة بمهدي